اجمل الصباحات عليكم مشاهدين الكرام وين متكونون رحلتنا ببرنامج صباحكم بلشت من هذه اللحظة ساعة ونص من المواضيع المتنوعة والمختلفة والمهمة احسر عندنا اليوم حوارات مهمة ومفيدة ايضا خليكموا يانا بهذه الفترة حتى تشوفون كل الاشياء اللي انتوا تريدون تشوفوها والمعلومات الجديدة اللي راح تكون موجودة في حلقتنا لهذا اليوم اذا ساعة ونص اليوم مختلفة اهلا وسهلا بكم مشاهدين اتمنى لكم بدايات اليوم حلوة وموفقة وهذه حلقة جديدة من صباحكم والبداية من اخر واهم الاخبار اول الاخبار بديها من الكرنفال اللي تعيش محافظة البصرة اليوم باحتضان مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم ونظير البيتنامي ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على ارض ملعب المدينة الرياضية وسيرتدي لعب منتخبنا الوطني الزي الابيض بينما المنتخب البيتنامي سيظهر بالزي الأحمر ويحتل منتخبنا صدارة مجموعته كما ضمن تأهله الى التصفيات النهائية بعد فوزه الاخير على المنتخب الاندونسي كما يسعى الى حصد النقاط الثلاث من بيتنام لرفع مستوى تصنيفه ضمن المنتخبات الاسيوية في سياق اخر اكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود اي تعينات جديدة في جداول موازنة العامة 2024 مشيرة الى الحاجة لعشر سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفطات واردفت اللجنة ان هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهل الحكومي كون العراق يملك معدلا عاليا من الموظفين حسب المقاييس العالمية لافتة الى ان المعايير العالمية تؤكد الحاجة الى رجل امن وموظف خدمة عامل لكل الف المواطن بينما يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتبه من الحكومة في جانب اخر اعلن المستشفى البيطري في ديالة تسجيل ثاني اصابة بالحمى النسفية هذا العام في المحافظة مبينا ان الاصابة سجلت لامرأة بعمر 22 سنة في منطقة القاطون غربي مدينة بحقوبة واضاف المستشفى البيطري ان الحالة هي ثانية من نوعها في ديالة بعد حالة اصابة سابقة في خان بني سعد انتهت بالوفاة كما اشار الى ان الفرق البيطرية اتخذت الاجراءات اللازمة وافرضت طوقا وقائيا حول منطقة الاصابة لمنع تفشي المرض من جانب اخر افادت وزارة الزراعة بان قرارها الخاص برفع التعرفة القمرقية على بيض المائدة المستورد اسهم بدعم منتجيه المحليين وتغطية كلف انتاجه بما يضمن ضمان عملهم سيما في ظل رفضهم بالاعلاف المدعومة واضافت الوزارة ان منتجي الدواج المحليين يبيعون حاليا صندوق بيض المائدة بسعر 36 الى 40 الف دينار اي ما يعادل 4000 دينار للطبقة الواحدة لتباع الى المستهلك بسعر 6000 دينار في الاسواق المحلية معتبرا السعر للمنتج مجزيا كونه يحقق له ارباحا اضافية تصل الى 30 بالمئة من اخر الاخبار نروح الى نشرة الطقس مشاهدين من الطقس الى حركة السير في شوارع العاصمة بغداد في صباح هذا اليوم موسيقى 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 كشفت دراسات صحية حديثة عن عادات يومية يمكن ان تحافظ على صحة الدماغ وايضا ممكن ان تزيد من قوة الذاكرة والتركيز والوظيفة الادراكية الشاملة ومن هذه العادات هي الانتظام بالنوم اي الحصول على الكمية الكافية التي يحتاجها الجسم من النوم وخاصة في الليل لان اثناء النوم يقوم الدماغ او الدماغ بتنسيق المعلومات وتعزيز الذكريات وطرد السموم يعني معرف ليش الدماغ بالليل يتذكر كل الذكريات والاشياء اللي الانسان ما يريد يتذكر بالتالي بسبب الذكريات الواحد ما راح يجيهم وبحسب الدراسات التي اجرتها مراكز بحثية امريكية فان للرياضة ايضا دور كبير في تعزيز صحة الدماغ حيث تزيد التمارين الرياضية من تدفق الدم الى الدماغ مما يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة ويعزز ايضا مرونة الدماغ وتوصلت الدراسات الى ان التمارين الرياضي المنتظم يمكن ان تحسن الذاكرة والوظيفة الادراكية لدى كبار السن ايضا من هذه الفوائد نذهب الى الرياضة مرحبا مشاهدي قناة يو تي في فقرة رياضية جديدة اليوم راح نتمرن اعضلت الرجل باستخدام الكتربول والدنبوز راح نبلش عملية احماو وياكم خليكم ويانا اب حركة بسيطة هنا اب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 نقدم رجل ابر سريع يستطال الجسم نسحب واحد اثناث اربع جيد نبدأ الوضع ثانية اثناث 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 جيد راح نبدأ باول تمرين اللي هو السيكوات بالدمبلز اب تابتين دمبلز دهنانه حركة بسيطة نزول اب واحد اثناث ثلاث صعب علي نزل دمبلز استخدم اب واحد اثناث 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 تسوي تكرارات تعمالتها من ثلاث جولات الى اربع جولات هسه باستخدام الدمبلز تسوي لونجز اب يمين بسعب تسمو السقيم اب الوزن ثقيل علينا اب تقلي حركة بسيطة واحد اثناث حسه راح ناخد الاكسرسايز الثالث اللي هو بالكتربول راح نشغل الدواخل ما الرجل اقدام للخارج ننزل بصورة بسيطة واحد ا lambda غد اثناث 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 ثبت نزول سكوات ونسوي احجاب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تكرارات مالتها تكون من 10 الى 15 الى 4 جولات ناخد ريست بين جولة وجولة ونرجع نسوي همين استطالة عند ونختم التمنين ابل نسحب نسنى الرجل نختم فقرتنا وياكم لهذا اليوم نرجع وياكم للسوديو شكرا جزيلا كابتن عبدالله مشاهدين احنا باقي نوم كاملين وياكم بعد هذا الفاصل كنوز لا تقدر بثمن يتعامل معها اليوم المختصون في دار المخطوطات العراقية الي تأسست عام الف وتسعمية واربعين وسط بغداد وتعد واحدة من اكبر دور المخطوطات في العالم لنذرتها وقيمتها المعرفية وفي عملية دقيقة تمت ارشفت تلك المخطوطات ضمن اجراءات خاصة استغرقت اكثر من ست اشهر وتم الانتهاء من تصويرها وتوثيقها بنسخ الكترونية وبدقة عالية قبل ايام قليلة من قبل فرق علمية خطوة للتاريخ ستكون محور حديثنا في قيانة المخطوطات الاثرية النادرة لا نسخها لها سابقا وعمليات حفظها دقيقة وتحتاج الى جهد كبير وتوثيقها الالكترونيا سيسهل الكثير من الباحثين ويقلل من مخاطر تعرضها للتلف او الضرر النسبي لذلك ان خطوة التحويل الرقمي ستعطي فرصة للاجيال المقبلة الى التعرف على تاريخ بلدهم التفاصيل مع مدير دار المخطوطات الدكتور احمد العلياوي اهلا وسهلا بك سيد احمد اهلا وسهلا صباحك سعيدين بوجودك اليوم ويانا حتى نتحدث باخر التفاصيل واخر الاخبار الحلوة ايضا بما يخص حفظ وارشفة هذه المخطوطات المهمة اللي صار لها يعني تقريبا سنوات طويلة جدا وكنز وارث مهم نعتز به احنا شخصيا فخلي نتحدث عن اخر الخطوات بما يخص ارجفتها اليكترونيا للحفاظ عليها من مخاطرة التلف اول فقدان لا سامح الله شكرا جزيلا لكم ولليو تي في وحقيقة حبيت المقدمة اللي انطلقت من عدها مقدمة مثيرة للاهتمام اليوم نحن ازاء تحدي كبير في واحدة من الملفات التي ترتبط بثقافة العراقية ولا سيما ثقافة التراث اللي هو التراث المخطوط العراق يتصدر البلدان العربية على الاقل في موضوع انه يعني يمتلك ما يصل الى سبعة واربعين الف مخطوطة هذه المخطوطات تبدأ من القرن الاول للهجرة في بعض الصحف المكتوبة بالخط القديم غير المنقط الى ازمان لاحقة وهذه المخطوطات متعددة اللغات والموضوعات وفيها نفائس ونوادر وكنوز فعلا لا تقدر بثمنع فنحن ازاء هذا التراث المخطوط للأسف لم يكن هناك جهد لتصويرها ولأرشفتها ومن المعلوم ان نوع هذا التراث اللي هو تراث مكتوب يعني مكتوب على الوراق هو معرض للتأثر بالعوامل الجوية عوامل الزمان عاديات الايام ما تعرف انت المخاطر موجودة في كل وقت فلما تتكلم عن النسخة الاصلية النسخة الاصلية اكيد هي النسخة الاهم ولكن لابد من وجود صورة لهذه النسخة وهذا ما تعمل عليه اليوم المراكز والمؤسسات في كل انحاء العالم فانت تتحدث عن اول مهمة اللي هي مهمة الحفظ الحفظ يتمثل فيه ان تكون عندك نسخة مصورة مؤرشفة من النسخة الاصلية فمضينا الى هذا المشروع برعاية دولة رئيس الوزراء مباشرة الاستاذ محمد الشياء السوداني واشراف معالي الوزير الاستاذ الدكتور احمد فكاك البدراني وبالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة في عمل رسمي حكومي توفير المصورين وتوفير الوقت ودعوني اقولها بصراحة ولست مبالغا في هذا الوصف انك تصور هذا العدد من الاف النسخ في مدة ستة اشهر الى سبعة اشهر هذا يعني امر اشبه بالمعجزة اريد اعرف شنو طريقة التصوير شنو الصيغة شنو الآلية شنو يعني قربنا اكثر هل التصوير هو ينطي الروحية الحقيقية للمخطوط لان اكو طرق تصويرية عالمية لهذه الامور للمخطوطات الاشياء اللي نحفظها هو مو مجرد تصوير لا لا طريقة تصوير المخطوطة طريقة خاصة يعني هناك كاميرات خاصة وآليات خاصة للتصوير والمصورين ايضا يعني هم ناس مدربين النتيجة تطلع لك صورة فوتو النتيجة تطلع لك صورة المخطوطة مثل ما هي كأنك ترى المخطوطة امام عينيك تماما تشوفها مثل ما هي بيدي اف نعم بيدي اف و جي بي جي هذا موجود وهذا موجود حلو بالنوعين وبجودة عالية كواليتي عالي وكأنك تقرأ المخطوطة مثل ما هي الان امامك يطلع الحرف ويطلع اللون وتطلع التفاصيل ويطلع اذا كان فيها ترميم او كان اكو شوي فيها رطوبة كل التفاصيل تظهر امامك الفريق اللي يعمل طبعا فريق مدرب تدريب عالي ومشتغل من قبل ويتعامل مع المخطوطة بحذر عالي يعني احنا خلي وصف لك وصفه للجمهور الكريم المتابع نحن نتعامل مع المخطوطة مثل ما انت تدخل في صالة عمليات القلب المفتوح مو اي عمليات بحذر شديد بحذر شديد الحروف المكتوبة مو شي عادي يعني انت تتعامل مع مخطوطة امام يديك الان مخطوطة تفتح هذا المخطوطة نفترض عمرها 700 عام 600 عام 1000 عام 400 عام وقد تكون معرضة من قبل يعني اثار مضاعفات لرطوبة لعفن لمشكلة فانت تتعامل مع المخطوطة من اخراجها من الخزانة الى ان تصل الى يد المصور هناك مجموعة عمليات وآليات امنية لان تصل من بعد ذاك تفتح بطريقة بعناية تكون لها بطاقة فهرسية وتفاصيل تسجل عليها رقمها ومعلوماتها ثم صفحة صفحة تفتح بعناية وتحت الكاميرا ويرى المصور يرى الصورة امامها على الشاشة ومثل تذكرت نقطة مهمة هذه جدا مهمة بالعالم نعم بها الرقم نعم هذه للتأميم تعرف انت هذه المخطوطات من تنتقل من الاصل الى المستنسخ او الى الصورة هنا راح تكون اسهل لتحريفها او لاضافات او ازالات اشياء معينة فاحنا هنا هذا الرقم مهم حتى يرجع للاصل بلا شك فياريت شوية تحكينا على تأمينها لان تعرف كأنه تستنسخها كأنه شوية شلت من عندها هواية اشياء من الحماية فشلون هنا نقدر نأمنها هو اساسا المخطوطة تخرج لها رقم يعني في الخزانة لها رقم لاصلي هذا بالضبط وتصل الى التصوير ولها رقم وعندما تصور من البداية الى النهاية تحت رقم تسلسلي فلا يمكن للمصور لا يسمح للمصور ان يصور مخطوطة مثلا عن نص ويرجع يروح يصور مخطوطة ثانية ما يصير هو يصور هذه المخطوطة صفحة صفحة وبشكل مرقم فلما تجي انت تشوف انه يخلص من تصوير المخطوطة يجمع هذه الصور بشكل متتالي وضمن برنامج خاص على الحاسبة وجاي يشوف امامه الصورة اللي تطلع يصور يشوفها نهائية نهائية بعد ذاك تمضي الى نسمي المونتاج المتابعة المراقبة تصفية يصفي كل هذه الصفحات ثم تحفظ بهذا التسلسل في ملف خاص بها بهذه المخطوطة فالمن تجي عليها تفتح المخطوطة هذه تظهر لك بتسلسل صفحاتها وبرقمها التسلسلي في الخزن وخلال التصوير في هذا البرنامج برنامج بهذا الحديث انت تحدثت عن هذا الجهد واكيد احنا نشكركم جدا عليه ومهم انه الناس تعرفة ايضا لكن يقابل هذا الجهد هو الاستثمار شلون احنا نقدر نستثمر كل هذه المخطوطات بما ان احنا نعرف ان هذه المخطوطات هي يعني تحمل كثير من العناوين وكثير من المواضع بين الفلسفة والثقه والرياضيات وغيرها من التفاصيل فهذا الاستثمار جدا حاليا مهم للباحثين للدكاترة لكل الافراد ممكن حتى مو عراقين ممكن يجون للعراق يتعرفون محنا نعرف انه بغداد كانت قبلة للعلماء وغيرها وما زالت وما زالت فعلا فشلون نقدر نستثمرها ونخليها امام يعني سؤال مهم الاستثمار مرحلة لاحقة لتوفير كل متطلبات الاستثمار بعد الارشفة بالضبط احنا اليوم صورنا ووفرنا طبعا خدمات موجودة في الدار على مستوى توفير النسخ يعني من قبل هنصور المخطوطة للباحثين لكن لما نتكلم عن التصوير احنا المهمة الاولى عندنا هي الحفظ قبل ان نفكر بالاستثمار لازم نحفظ نحفظ هذا التراث ووفرنا هذه النسخة فلحنا الان نقول في الامين يعني في السبت ممنين ممنين الحمد لله واقولها بصراحة لولا هذا الاصرار من دولة الرئيس من السيد الوزير من العاملين شركائنا اللي ساعدونا في هذا النجاح الفرق الموجودة عندنا في دار المخطوطات الأصدقاء في العتبة هذا كله بلجان يعني تعمل ليل مع نهار حتى بعد أوقات الدوام الرسمي يعني نحن دخلنا مثل ما نقول اليوم بالمصطلحات في الانذار لأنه الوقت ممنصالحنا فنجي على الاستثمار أنه أنا عندي النسخة اليوم هذه النسخة توفرت ستسهل لي بشكل كبير أنني أوفر النسخة للمحققين للباحثين من داخل العراق من خارج العراق أنه أنا عندي هاي النسخة يمكن لي أن أيضا أصنع المتحف الافتراضي المتحف الرقمي عن طريق الانترنت لحضراتكم لأي أحد بالعالم أن يدخل ويمظر ويشاهد ويتابع ربطنا إحنا في عملنا على مستوى التحقيق يعني هدف عندنا أن نكون مركز من مراكز التحقيق والنشر هذا يستلزم من عندنا توفر هذه النسخ من مصورات قابلة في أن نتواصل اليوم مع مجموعة كبيرة من الباحثين واليوم نتواصلون ويانا من كل محايا العالم من دول العربية وأجنبية شوية تقربنا أكثر يعني تسوال فينا على مخطوطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تقول لنا فلان عندنا كتابة بخط الشخصية الفلانية عندنا كتاب العنوان اللي هو النسخ الأصلية لما ننكتب أول مرة ياريت هيك تقربنا صال عندنا فضول والله يعني يعجبني أقربكم أكثر أن تجون تزورونا ودعوة من خلال شاشتكم يعني يجي يقدر يشوفوا المخطوطات الزيارة لدينا قاعة في المتحف العراقي قاعة طاها باقر العالم الآثاري العراقي المشهور هذه القاعة خاصة بالمخطوطات الأصلية معروضة المخطوطات عندنا ولما تدخل راح تشوف عوالم سحرة ومذهلة ومن كل يعني الثقافات والحضارات التي أطينا كم اسم هذه قدر شوي والله عشرات عندنا إحنا عندنا واحدة من المخطوطات المهمة الآن يصل عمرها إلى ألف عام تقريبا هذه المخطوطة كتبت بورق كان يصنع لأول مرة في بغداد في العصر العباسي لأول مرة صنع الورق في الحضارة العباسية صنع في بغداد قبلها كان يجي من دول أخرى مستورد مستورد فصنع الورق لأول مرة أدنى هذه نسخة التي كتبت فيها المخطوطة بورق صنع في بغداد أنا دائما أقول هذه المخطوطة تقول صنع في بغداد صنع في العراق صح صناعة الورق إذا تجون راح تشوفون أنها مختلفة المادة الألياف تفاصيل راح تشوف شي مختلف نحن نتحدث عن صناعة ورق من عجين طبيعي قبل ألف سنة في بغداد في هذه الحاضرة العظيمة واحدة من المخطوطات خلي أعطيك شوية قصة عنها قبل لا يخلص وقتنا عندنا مخطوطة هي أشبه بالحكاية الخيالية ومن المفترض أن تكون جزءا من التراث العالمي لليونسكو مخطوطة واحدة من آلاف المخطوطات هذه المخطوطة كتبت في ديوان أشعار جلال الدين الرومي كتبها نيازي مولوي الخطاط المعروف المشهور هذه طبعاً أتكلم لك عن أسماء أسماء بخط يد طبعاً كلها بخط اليد بخط نيازي هذا الخطاط خطاط من الأسماء اللامعة في تاريخ الخط يعني أسم كبير ويكتب لشعر جلال الدين كتب شعر جلال الدين باللغة الفارسية في مقدمة كل فصل يكتب باللغة العربية يقول إكراماً وإجلالاً للغة القرآن الكريم لغتنا مقدمة بعدين يمضي إلى كتابة الأشعار باللغة الفارسية اللغة العربية في كل بداية فصل هناك نقوش وزخارف بالطبعاً الألوان الطبيعية والتذهب كلها شغل يدوي شغله هو الخط والزخرفة والألوان والأحبار أقول لك القصة الغريبة أنه هو أمضى ثماني سنوات لصناعة الورق بيده ثمان سنوات بس يصنع الورق طبعاً صنع الورق من عجينة طبيعية وصقله صقلاً عجيباً بحيث من نشوف الورقة ما موجودة اليوم حتى في المكائن يعني اللي يتشغل إننا سوينا المعامل سوينا الورقة ما موجود هذا الشيء ما موجود وكمل ثماني سنين جف الورق كمله وأنظى في كتابة الديوان خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة؟ نعم خمسة وعشرين سنة يتقن يعني هاي تلاثة وثلاثين سنة تلاثة وثلاثين سنة صنع الديوان من الكفر نحن نسميه يعني الغلاف الخارجي صناعة يدوية إلى داخل المخطوطة على مستوى الورق على مستوى الأحبار على مستوى الزخرفة وكتب هذا الكتاب وقال في آخر الكتاب أنه أنا هذا الجهد اللي بذلته ثلاثة وثلاثين سنة إنما أنا أقدم حباً وإكراماً لروح جلال الدين الرومي هذا النوع من الصناعات أعتقد اختفى اليوم بالعالم طبعاً تماماً يعني أن تجد هذا الإتقان بحيث هذه النسخة يعني قيمة أنا أدعوك حقيقة والسيت والعزة إن شاء الله قريباً أنا كل ضيوفنا لما يزورونا أقولهم تعالوا شوفوا هذا النسخة يحبوها بطريقة يعني غير محدودة كيف يعتبر عمرها؟ يعني أكثر من 250 سنة تقريباً لما تشوف مستوى الإتقان في صناعة المخطوطة على مستوى الوراق معناها زين عندنا حفظ طريقة حفظ زينة؟ الحمد لله لا حفظنا ممتاز الآن عندنا آليات معينة تبريد أكيد في الخزين نعم عندنا ولكن طموحنا أكبر إن شاء الله إلى أن يكون لدينا مبنى خاص بالمخطوطات ونعمل على هذا الموضوع إن شاء الله يعني تستحق أنه تكون على لائحة التراث بالتالي صارت أكو هذه الخطوات موضوع؟ نعمل على هذا الموضوع أننا نمضي إلى يعني تسجيل جزء من المخطوطات النادرة والنفيسة في لائحة التراث العالمي إن شاء الله تعالى والعراق يعني لديه أكثر من مشروع في هذا الموضوع نعم يمكن أنت أقرب من عندنا أكيد حتى ممكن شوي تقربنا صورة الزائرين لقاعة طاها باقر مثل ما أنت ذكرت في المتحف العراقي الناس اللي دتزور هذا المكان أو هذه القاعة تعرف قيمة هذه القطع النادرة جداً من المخطوطات المهمة والتاريخية اللي إلها يعني تاريخ مهم للعراق أكو ناس دتزور أكو شباب أكو أساتذة أكاترة تقربنا أكثر على هذا الموضوع يعني الحمد لله من سنتين وهذه الثالثة أنا في الإدارة الدار هناك زيارات مستمرة للجامعات على مستوى الكليات ذات العلاقة يزورون طلاب الدراسات العليا مع أساتذتهم وأنا فرحان يعني بهذا الموضوع حقيقة شيء مفرح الوفود التي تصل إلى العراق يزورون قاعة طهباقر ويمضون إلى مشاهدة هذه المخطوطات نحن في الدار جزء من أعمالنا السنوية أننا نستهدف إقامة عدد من المعارض في القاعة نفسها على مستوى المخطوطات الأصلية يعني نقيم معارض بعناوين مختلفة سأعتقد هي تخضع للدوام الرسمي صح؟ طبعاً هو جزء من دوام المتحف العراق هذه مشكلة تعتبر مشكلة سياحية ليش؟ يعني بالعالم كله لماكن السياحية مفتوحة 24 ساعة وبها استثمار يعني نحن يوم الجمع أيضاً المتحف فيه قرار بأنه مفتوح يعني المفروض هذه تصر بها زاوية ثانية لكم يعني أنتم المفروض تصر لكم دعم ثاني خاص لأن أنتم ترفع هذا بمورد يعني مو طبيعي نا هو كل المتحف أستاذ بلايك كل المتحف تعرف أكو تحصينات خاصة بي على المستوى الألمي أنا ما أحكي على على مبنى المتحف أحكي على قاعات العرض اللي هي تكون مرات هذا يوحد يعني هذا أحكي لك بكل العالم المتحف العالمية مون الخزن لا هذا أحكي اللي يريدون يعرضوا للناس هذا يكون مفتوح وطبعاً بأجور معينة نعم من البلد يختلفها طبعاً عن السائل هذا موجود هذا موجود ممممم فيعني حلو إذا صار هيتش شي باهتمام أعتقد راح يعني يجذب هوايا نعم نحن هذا اللي تتفضل به طبعاً تعرف حتى سبيكار مثلاً يتحدث هذا متحف يعني المتاحف بالعالم أكيد هم لديها أوقات يعني لابد من وجود وقت يعني بداية ونهاية للعمل العاملين إحنا ضمن ظرف المتحف اليوم في بغداد عندهم أوقات للدوام ولكن الحمد لله يعني المتحف حتى يوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الخامسة عصراً هو مفتوح إحنا جزء من المتحف نطمح أن تكون عندنا هاي البناية الجديدة هاي نقطة نقطة ثانية نحاول توفير الخدمة كمتحف رقمي الرقمي سهل لأنك أنت تدخل وتتجول تشوف عن طريق الأنترنت وكأنك تذهب في سياحة في بلد آخر وفي قاعة متحف من هذا النوع نعم بالـ 2023 دار المخطوطات العراقية فازت بجائزة أفضل مؤسسة أعتقد هذا الموضوع يمكن يكون دافع مهم لكم أنتم كأفراد مهمين تطمحون دائماً للأفضل وتقديم الأفضل لهذه المؤسسة شون قدم لكم هذا المكسب أو هذه جائزة بشكل عام والله هو اللقب نتيجة لمجموعة من جهود الحمد لله من الإدارة إلى العاملين ويانا في فريقنا اللي هم أنا أسميهم دائماً عائلتنا يعني عائلة المخطوطات اللي يعملون ليل مع نهار يتواصلون ويانا في كل تفاصيل المشروع طبعاً أن دار المخطوطات تحصل هذا اللقب فهذا اللقب هو بمعايير المنظمة التربية والثقافة والعلوم الإليكسو تابعة لجامعة الدول العربية ولديها معاييرها من بعد عمل سنتين بجهود وبتخطيط عالي وبمشاركات وبانفتاح وعمل وحققنا أهداف مسجلة لدى المنظمة تم اختيارها في كل عام لدينا يوم أربعة أربعة من كل سنة يسمونه يوم المخطوط العربي فعاليات تقام في كل الدول العربية احتفاءاً بالمخطوطات ففي كل سنة تكرم مؤسسة ويكرم باحث ويكرم أفضل كتاب محقق ثلاث تكريمات في كل سنة بمعايير على مدى سنة كاملة الإليكسو تنظر في أي المؤسسات تتنافس ومن الأفضل ففي عام 23 نحن لأول مرة في تاريخ فعاليات هذا اليوم بغداد استضافت الفعاليات هنا على هذه الأرض كما يقول درويش ما يستحق الحياة وكان ظفر كبير في أن تخرج الفعاليات من دولة المقر من القاهرة العزيزة عشر سنوات تقام أكثر من عشر سنوات لتستضيف بغداد شخصيات التراث المخطوط العربي من كل أنحاء الدول العربية ويحضرون إلى بغداد وتقام الفعاليات في بغداد ويتم اختيار دار المخطوطات بوصفها مؤسسة العام 23 هي المؤسسة الأفضل ما بين الدول العربية هل تستحقون الأكثر أستاذ أحمد على جهد الاستثمار؟ والله هو مكسب للبلد يعني ومو مكسب شخصي لنا بقدر ما عندنا هذا الشعور نتمح للأكثر ونتمح للتطوير ونتمح أصلا للاستثمار الحقيقي لهذه الموجود يعني أنا أتمنى أنه يكون نختار كل مخطوطة لها شهر مثلا للعرض تيجي الناس تشوفها ويسرعي أعلان أنا أستفيد من الوجود بيناتكم عدنا معرض قريبا إن شاء الله للمصاحف النادرة قريبا إن شاء الله ربما بعد العيد حتى أسوي لكم إعلان أكيداً رح أمطيكم خبر وإن شاء الله تشرفون للمصاحف النادرة راح يجيك علي مروان طبعا هذا مختص بهذه التفاصيل راح يغطي لك الموضوع خاصة إذا أختار لون حلو نعتزو فييجي يغطي لكم كل هذه فرصة تشوفوا المصاحف اللي موجودة مصاحف نادرة وسيكون المعرض خاص بالمصاحف الشريفة داخل المعرض طبعا داخلتها على فكرة هذا المصحف عفوا المعرض إحنا أقمنا معرض من قبل المصاحف وجاءتنا اتصالات من عدد من الدول الذين يرغبون بعرض هذا المعرض في دول أخرى لكن نحن تعرف إحنا يعني عندنا قرار أنه ما تطلع المخطوطات خارج البلد وإلا هي بالناحية القانونية ماكو فيها إشكال لكن إحنا مرايحين بالاتجاه المخطوطات في داخل البلد ومحفوظة فالفكرة أن الدول عندما تشاهد هذا النوع من الفعاليات تقول لك عندي جمهور ياريت إذا كان أكو نوع من أنواع التعاون في أن تطلع هذا حقيقي يشجعنا دائما على العناية أكبر وعلى الاهتمام أكثر شكرا جزيلا أستاذ أحمد كل الشكر إليك سعيدين بوجودك اليوم ويانا بصباحكم شكرا جزيلا مشاهدين من بعد هذا الحديث المهم والممتع جدا رح نروح إلى فاصل ونرجع لكم أبقوا يا نا كما هو معروف اعتدنا جميعا غسل الأسنان بالفرشات والمعجون بعد كل وجبة دون الانتباه إلا أن هناك أطعم ومشروبات يحضر أو يحضر تنظيف الأسنان عقب تناولها فمتى نغسلها وكم علينا الانتظار وما المشكلات الناتجة عنها ونعرف كل هذه التفاصيل مع ضيفنا المختص بهذه الفقرة أوسط جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين ومن أجل ترسيخ هذه العادة بانتظام يقوم الكثير من الأشخاص بتنظيفها بعد تناول الوجبات مباشرة لتحقيق النتائج السليمة ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة لأنها تسبب مشكلات مثل التسوس وضعف طبقة المينة أيضا للحديث طبعا عن هذا الموضوع معنا طبيب الأسنان الدكتور زيد محمد أهلا وسهلا بيك دكتوري رص صباحك أهلا وسهلا سيتاية أهلا بيك أهلا بيك يعني بالعادة يمكن بعض الناس هي ما تعرف أنه تنظيف الأسنان يمكن هو يختلف حسب نوعية الطعام خلينا نتحدث عن هذه الجزئية دكتور صحيح مبدئيا هو تنظيف الأسنان بصورة عامة عامة لكل الصحيح طبعا مثل ما تحضرت مثل ما قلت أنت مرتين باليوم لمدة دقيقتين أقل شيء نعم بس بالنسبة للأطعمة الحاموضية بصورة عامة سواء كانت مشروبات أو أكل بهاي الحالة راح تأثر على حاموضية الفم فراح تأثر على طبقة المينة فما راح نقدر نحافظ على طبقة المينة هاي الموجودة جيد هزا نحن نجي على الأطعمة لنقول مشروبات بصورة عامة أطعمة مشروبات لأنه مثل الأطعمة مثل مثل السلطة اللي هي مضيف عليها الليمون أو دبس الرمان والسوائل هي اللي تأثر يعني الحمضيات هي اللي أكثر شيء أكيد صحيح بس مثلا عندنا أطعمة بها معجون للطماطم هذا حاموض فمن يدخل زايد بالأكل راح يسوي ضعف لهاي الطبقة راح يزيد الحاموضية والفم المشروبات الغازية طبعا بشكل عام 100% مشروبات الغازية العصار الحمضية والفواكه الحمضية طبعا القهوة هم مين؟ القهوة هم ولو احنا نحب القهوة فوايا مشكلة بس هي بالحقيقة تسويه تزيد الحاموضية والفم القهوة هم؟ نعم بس القهوة هم أكو أنواع ترى بصورة عامة أم بها أكو بها حموضة وأكو لا ما بها نحن نحن بغضبط القهوة السادة اللي بها شوية طعم حموضة هاي زياد حموضة الفهم بصورة كلش قوي هم لازم منفرج شوراها رأسي دائما نوصي بانه ننتظر 30 دقيقة الى ساعة بعد هاي الاطعمة ليش لانه هاي من زادة الحموضة يا مال فهم راح شون نقول البيئة اللي ترتاح بيها مئة الاسنان راح تتغير المئة الاسنان دائما تكون فد بيئة قاعدية محامضية زياد فمن زادة البكتيريا مثل اللي سوينا لها فد تسريع بعملها زياد فالطبقة المينة بهاي الحالة صارت سوفت لينة والبكتيريا راح تستغل هاي الطبقة وراح تطب بالمنطقة هاي جينا فرشنا شلعناها اذن احنا هنان نتحدث مو فقط عن صحة اللت نتحدث ايضا عن طبقة المينة طبقة المينة بالضبط اللي هي بالمستقبل راح تسوينا تحسس بالاسنان بالمستقبل ممكن هذا التحسس طبعا يؤدي بالاخير الى احنا ممكن نشيل العصب ما السن على مود يرتاح المريض من الالم والتال تحسس الاسنان طبعا هندن نحتي عليه مثلا اللي يشرب مي بارد تصل اسنونة بسرعة اللي يأكل آيسي كريم اللي مرات حتى علها والباردها ما يتأدي هذه المشاكل دكتور يعني يمكن انت اكيد الاموي يمكن اكيد انت اقرب من عندنا للمرضى هذه المشاكل زادت بالسنوات الاخيرة ممكن بحكم دخول كثير من المشروبات الجديدة بالمطاعم وايضا تغير نوعية الاطعمة من يوم الناس ما صارت تاكل فقط بالبيت طبعا اغلب الناس تاكل بالمطاعم فهذه التفاصيل اثرت وممكن صارت تساهم بزيادة هذه الحالات اللي احنا دينا نتحدث عنها مية بمية زادت هاي الحالة احنا عندنا المشروبات الغازية استهلاكه كلش قوي صار بالاضافة الى دائما نلاحظ بانه اللي يستخدم مشروبات الغازية واللي يستخدم العصائر الحمضية دائما يريد قبل مباشرة يروح يفرش اسنانه ودائما فرشه خشنه وبعتبر مساوي شي زين هو ويتخيل نفسه بالضبط هو راح يفرش اسنانه بهاي الحالة هو يعني يقول بينه ان اسنانه صارت انظف او كده بس هي لا لانه خاصة اذا كانت فرشه خشنه بهاي الحالة هو حيزيد حيروخر هاي الطبقة وراح الامر يزيد سوءا نعم دكتور بعض الناس يعتقدون انه في حال هما ممكن ما قدروا يفرشون الاسنان بحكم انهم يأكلون على مدى اليوم يعني بستثناء تفريش الليل طبعا بعض الناس تعتقدوا تقول انه ممكن احنا نلجأ للعلكة ممكن انه هي تخلينا محافظين ومطمنين انه صحة الفم جيدة او رائحة الفم ايضا وتكون جيدة شنو صحة هذه النقطة دكتور من تكون العلكة بدون سكر بدون سكر بدون سكر ومو قوية لانه هي مو بس على صحة الاسلام ما هي يعني؟ علش الماء لا كلش قوي صح صعب ليش احنا مو بس نحتي على صحة الاسنان احنا عدنا العلش القوي راح يأثر على مفصل الفك هميا فراح من هو ندخل في مشكلة ثانية ورياضة للفك هو علم الفك الصدغي تقلص العضلات شو يقولون اكو بالعكس هاي رياضة لل لا هاي تزيد الامور سوء احنا نريد اول شي العلكة تكون سوفت اي بسيط بدون سكر هاي راحية مو هي نفسها علاج هي راحة شون نقول تحفز افراز اللعاب واللعاب هو اصلا بمواد من رب العالمين بانو هي تقلل التسوس وتحارب البكتيريا ممتاز هذا زين هسا لدي اعرف المخللات هم لها تأثير اكيد لانو هي حامض بها اي تياريت تحشين منو اقوى المخللات لو الغازية لو منو والله صراحة هي كلها تقريبا نفس الرتبة بس المشروبات الغازية اقوى شي انو مو بس بيها مشروبات غازية مو بس الحامض العفو هو بيها سكرات هواية فاحنا خلينا بالفهم حامض وسكر وقلنا له البكتيريا تعالي هاي الوجبة قدامك اذا اشي يسوي وراها يتمضمض مثلا بس يغسليش مبدئيا بالضبط مبدئيا بانه يتمضمض بالماء العادي او ملي وملح او حتى المضامض اللي هي مثلا خاصة بالاسنان الحساسة يمضمض بيها لينتظر هاي الفترة يتخف الحامضية مال الجو كله وبعدين يقدر نقضينا شغلات قاعدية يعني شنو مثلا اناس احنا مو عرفنا الحامضية نعم شنو اللي اشياء لتخلي الفم قاعدة اه اول شي طبعا الحليب الحليب ايه هذا رقم واحد احنا ممكن حتى نضيف للقهوة ايه نشربها حليب على موض نقلل من حامضيتها حلو ماشي بالاضافة الى المضامض الخاصة بالتهاب اللثة او المضامض الخاصة بتحسس الاسنان راح نزيد من قاعدية البيئة الموجودة ونحافظ عليها نعم دكتور الاحتمام بصحة الفم او ممكن بهذه الجزئية هي تختلف باختلاف الاعمار يعني اذا نتحدث ابتداء من المراهقين اكي تسبقها الاطفال المراهقين والشباب والبالغين اكتر واكتر تختلف هذي التفاصيل او طرق العناية صراحة هي بشكل عام هي ما تختلف التفاصيل نعم بس احنا ممكن مثلا للاطفال للجول 14 و 12 سنة نستخدم لهم معجون خاص بهم ليش دائما هاي المعاجين تكون محتوية على الفلورايد هو صح الفلورايد كلش مفيد للأسنان ومين للأسنان بس زيادة ايه مفيدة اكو بعض المعاجين معاطفال دائما نقرأ عليها بينو هي اكو رقم نشوفه سبعمية وكسر سبعمية وخمسين سبعمية وعشرين بارت بير مليون يعني مكتوب عليه اللي هي تكون نسبة الفلورايد نسبة الفلورايد بهذا المعجون شنو زين وشنو مزين بالضبط اذا سبعمية وخمسين سبعمية هاي مفيدة للأطفال الكبار دائما نستعمل لألف ومية ألف ومية يعني خاصة اذا كان طبعا عندنا يعني شون تحسس بالأسنان يعني ما نعبر السبعمية بالنسبة للأطفال بالضبط وثاني شي عندنا المرأة الحاملة هميا ما نستعملها الفلورايد ازاي زين ليش نستخدم هذا الفلورايد القليل للكل احنا عادي نقدر نستخدمه ما يكون مشكلة بس شون قول عليه مثل الوقاية أكثر أكثر المعاجين الآن موجودة خاصة طبية بيها تشوفها ألف ألف ومية الرغوة هاي بس تجارية الرهوة هاي تجارية مثل ما هي موجودة بالصابق ياريت تحسينها عليها أي الرغوة عبارة عن بس هي شكل لأنه شون ننطيفت إحساس بأنه المكان صار نظيف أنت هسا مثلا تغسل صابونة صابونة هاي بشان بها رغوة كلش عالية حتقول هاي تحس بأنه نظيفة أكثر بينما إذا ما بها رغوة ولا المعاجين همين نفس الشي أكو معاجين أصلا طبية أنت يعني تفرج بيها أسنانك ما تحس أكو رغوة موجودة أصلا بس فقط طعم مثلا فهي هاي بس صراحة الرغوة فقط حتى طعم النعناع مرات هاي كلها أطعمها على موذل ما العلاقة بالنظافة نظيفة إحساس النظافة دكتور لا ننسى الأشخاص المدخنين أيضا بحديثنا هذا وهذه المشكلة أعرف مشكلة أطباء الأسنان فخليني نتحدث شلو ممكن تكون عنايتهم بأسنانهم بظل كل ما تحدثنا بي والله هي أول عناية بأسنانهم بالنسبة لهم يقطعون التدخين هاي رقم واحد صح المفروض مباشرة بعد التدخين مباشرة هو راح يفرج أسنانه ويمضمض هاي رقم واحد لأنه النيكوتين كل اللي تناعرف فيها طبقة هي مادة لاسقة النيكوتين نفسي إذا تلزمها هذا المادة الجوزية هاي مادة لاسقة هاي المادة كل ما هتكون لازقة بالسن أكثر كل ما راح تلزق بيها بقايا الطعام أكثر وراح تلزق بيها البكتيريا أكثر وراح تسوي السن بسرعان هل هو أفروض يستخدمون فلتر؟ يعني هو حتى لو فلتر هو لازم مية بمية راح يعبر هي صراحة مو بس النيكوتين احنا غاز أول أكسيد الكربون الموجود بالاحتراق هاي راح تأثر على التهاب اللثة راح تأثر على إذا كان عدنا عملية مسويها إحنا راح تقلل من الوقت الالتآم مالجرح مزين فهاي كلها عوامل صراحة مو بصحة نهائيا للأسنان حسا يريد نعرف النصائح الأخيرة من حذرتك للناس حتى يحافظون على أسنانهم بسرعة عامة إحنا التفريج عدنا مرتين أكثر الناس يسئلوني بينه إحنا الصبح شكت قبل الريوق لو بعض وجبة الإفطار يعني دائما نصح مو قبل الإفطار يعني أول ما يبعد من النوم يفرج أسنانه ليش خلال الليل تراكمت عندنا بكتيريا بالمكان فإحنا هاي لازم ننظفها هاي واحدة قبل النوم طبعا مية بالمية وإذا بنص النهار مرة هاي تعتور يعني كليش ممتازة يعني هاي ثلاث مرات كليش ممتازة باليوم إحنا ممكن نفرش أسناننا ننتظر إذا عدنا وقت مثلا ننتظر نص ساعة يعني إحنا نبسق العفول زايد من المعجون بس من نوفها من غسلة بالمي فرشنا أسناننا تقريبا ننتظر نص ساعة خلال هاي النص ساعة ممكن نستخدم الخيط ممكن نستخدم هذا الخيط المائي جديد للجهاز الجديد النازم مماشي وراء نص ساعة ممكن المضمض بأي مضمضة طبية خاصة بتحسس الأسنان للتهاب اللثة أو المضمضة ما لعناي يوميا يعني بقي المعجون؟ بقي المعجون هذا زيان؟ كل زيان لأنه هذا بي فلورايد نحكينا عليه الفلورايد هذا راح كل ما هو موجود بالأسنان كل ما راح يبنيها أكثر كل ما يعني شون يعني يكون في الطبقة حامية لها أكثر زيان استخدام المي قبل التفريج صح؟ قبل التفريج؟ ايه يعني تخلون المي يالله يفرج حتى يصير شوية ايه هو لازم احنا نبلل سوي شوب ايه احنا لازم نبلل الثرت شمال الأسنان او يقولون لا لازم تخليه ناشف وتفرج لا لا لازم شوية يصير مثل الطرية يعني أكثر لانو إذا قوي هم من راح تأثر على الأسنان زيان بس نبقيها نص ساعة هذا مفيد هذا شو نقول عليه الاوبتيمال مالتنا احنا هذا الريدة احنا بس مشكلة احنا تعرف شغلنا وكذا فقبل واحد فرج بأقل من ثلاثين ثاني بس بالليل يقدر بالليل يقدر بالليل يقدر يعني يقدر احنا طبعا بالليل احنا حتشينا على هاي الحمضيات كلها معناها المفروض آخر وجبة قبل النوم مو أقل من ساعة على مود خلال هاي الساعة احنا مضمضنا أسنان رجعت القاعدة يام الفين مالتنا فرج نعم برح كلش نشكرك دكتور أهلا وسهلا كلش شكر دكتور شكرا جزيلا إلك نتمنى لك يوم سعيد مشاهدينا احنا باقين ومكملين وياكم نتمنى لكم الصحة والعافية دائما راح نروح الى فاصة ونرجع لكم مشاهدينا وصلنا وياكم الى تواصل شارك الممثل العراقي الاكسندر علوم متابعي على تطبيق انستغرام بصورة عائلية لطيفة جمعه بزوجته الفنانة رحم رياض وطفلتهما الأولى عالية ويعتبر هذا الظهور العلني الأول لطفلتهما عالية عبر مواقع التواصل الاجتماع وتعمد علوم عدم الكشف عن ملامحها طبعا عبر علوم عن فرحته بطفلته وتعلقه بها من طريقة احتضان إلها وصفا اياها بانها قلبه وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع مع اول ظهور للطفلة ونالت الصور اعجاب الالاف من متابعيه الذين اثنوا على علاقة الحب التي تجمعه بزوجته رحمة التي ظهرت معه ايضا بلقطات طبيعية يقال ان الهند بلاد العجائب فالفعد فقد احتفى رواد السوشال ميديا في الهند بموظف جمع تذاكر على متن حافلة وتم اعتباره بطنا قوميا بعد ان انقذ رجلا من السقوط من حافلة متحركة انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة رد الفعل السريع لموظف التذاكر دعونا نرى هذا الفيديو عاشت طفلة صغيرة تبلغ عامين من العمر لحظات مخيفة مع زرافة جائعة اثناء رحلة سفاري في السيارة المكشوفة مع عائلتها في ولاية تيكساس اذ سحبت الزرافة الفتاة مع ملابسها ورفعتها في الهواء وسط صراح والدة الطفلة طبعا حسب ما يظهر في الفيديو المتداول فان الزرافة كانت تريد الحصول على طعام فقط لكنها بالخطأ تمسكت بقميص الضفلة دعونا نشاهد هذا الفيديو هل تريد أن نعطي الزرافة؟ نعطيه 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 نعطي نعطيه في مفاجأة غير متوقعة عثر الزوجان امريكيان على مئة الف دولار نقدا داخل صندوق مغمور بالطين في قاع بوركا في نيويورك وعلى أمل تحويل اكتشافهما إلى أوراق نقدية صالحة يسعى الزوجان إلى نقل المبلغ إلى خزانة الدولة لاستبدال الأوراق النقدية التالفة بأخرى صالحة بعد انتشار قصتهم على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية تبين أن هذا ليس الاكتشاف الأول لهم اعتبارهم متمرسين في استياد الكنوز بالبحيرات والأنهار خليش احنا هل تشاهدون ليبوا؟ طبعا هذا جزء من التسويق على الانحة حتى اليو المشاهدات فبالعالم صار أكو طرق هواية حتى يعني صاروا يتفننون بطرق الجذب المشاهدات بالسوشيل ميديا نعم فعلا يمكن هم متعودين يكتشفون الكنوز ما عرف شنوها الموهبة هذي يعني يجوز فيك موشف فيك ممكن نعم مشاهدين من هذا الخبر إلى أخبار التكنولوجيا حيث أطلقت شركة ميتا ميزة المجتمعات الجديدة التي تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات محادثة ضخمة بدون الحاجة إلى وجود صفحة أو مجموعة مرتبطة بها في فيسبوك وتسبح المجتمعات للمسؤولين بإضافة ما يصل إلى خمس آلاف شخص في هذه المجموعات طبعا قدمت هذه الميزة أول مرة في عام 2022 لكن تم إيقاظها والآن عادت من جديد إذ يمكن المستخدمين إنشاء مجموعات للمناطق السكنية أو المدارس أو لحدث معين وإنها ستكون متاحة لجميع خلال وقت قصير وتتيح هذه التحديثات التدريجية لتطبيق ميسنجر لجعله أكثر تشابها مع منصات أخرى مثل واتساب نعم مشاهدين من هذه الأخبار بتواصل لهذا اليوم إلى محور آخر يعد اليوم الحادي عشر من شهر حزيران يوما دوليا للعب هذا اليوم أعدته الأمم والمتحدة كمناسبة للتذكير بأهمية اللعب والترفيه والذي يعزز من قدرات الإنسان على التطوير والعمل المستمر وأيضا التنفيذ عن الضغوط فمن الضروري الحفاظ على وقت مخصص للعب كما هناك وقت للعمل والأكل وحتى النوم أيضا لا يقتصر اللعب عند حدود الترفيه فقط بل أيضا يساعد على تنشيط الدماء وهذه المناسبة مهمة لذلك اختارينا واحدة من أكثر الألعاب التي تنشط الذكاء وهي لعبة الشطرنج حتى نحتفي بيها وأيضا نشوف إذا هي هذه اللعبة دخل عليها تعديل أو تطوير جديد راح يكون ويانا رئيس اتحاد بغداد لشطرنج الأستاذ ضمير جبارح وسهلا بك أهلا وسهلا بك يعني أنت لازم هسا كل هدوء نحتيو ياك أكيد وكل تركيز إن شاء الله وكل شيء لازم يكون محسوب طبعا ومنطقي ومنطقي رياضيات أنتو علميين صح؟ أكيد أكيد الأغلب علميين علميين هي لعبة يعني عقل وذكاء فأكيد هي جانب العلبي داخل يعني صبيب طبعا لاعب الشطرنج كلش ما يحب واحد يقول له حظ أكيد هي لعبة عقل فجانب الحظ بيها يعني يكون يعني الأقل بكل اللعبات إيجي قد بالمية؟ يعني الحظ يصير مو بنفس هذا بالقرعة فقط بس أثناء اللعبة؟ أثناء اللعبة ما بيحب ما أكو حب ما أكو حب وهو تبقى تركيزك وقابليتك أنتو وقابلية العقل يعني الإيكيو مغلته وقابلية التركيز هذين الثيرات أنت تقدر تحسن بالعتم وتطور بالتالي يعني هذه اللعبة يعني يمكن هي تكون موهبة أو ممكن أنه الشخص ببداياته يشوف مثلا العائلة يلعبون شطرنج أو غيرها باعتبار أن هي لعبة أبداً موسهلة وتختلف تماماً وإلها محبيها يعني جمهور صداً قليل ويمكن يكون جداً خاص فالتعلم بالعادة يكون مكتسب لهو شلون ممكن أنه شخص يتعلم شن الفكرة أكيد هو للناس اللي يسمعونها طبعاً المحيط العائلي هو يعني أول أول شيء جذب خاصة للطفل يعني بني يشوف مثلا أخو الأكبر أو الأب أو العائلة هي نفسها قاعد تلعب شطرنج فأكيد هو يعني يتجه هذا الاتجاه فهذا أكيد هو الأول أول يعني أول طوق يعفره هو هذا المحيط بالتعلم فس معني أن كل ما يتطور يحس باللذة لذة اللعبة نفسها إلها مدرب؟ أكيد ألها مدربين كيف يفعل المدرب؟ المدربين يضطي يعني عنده خطاط وعنده يعني بحر بها البكارة ما يختلف المدرب؟ المدرب يغير يصع المستواك يعني مثل أي لعبة لألعاب البقية هي بيها عمر؟ لا وما بيها عمر نزيل ليش هذا ليش هو يدرب ليش مو يلعب؟ ليش يعلم غيره يعني على أسراره؟ يعني اللعبة الشطرنج يعني هو مدرب هو لاعب هو حكيم هو كل شيء هو يرهب لكل يش لأنه عمر مفتوح يعني عنده كورشتوية طال العالم يعني وصل للتسعين ومتبالي أي مبالي هو ليش ليش يدرب؟ هذا جزء من أسراره؟ أي وهو ليس كل شيء اللي عنده مثلا ليس نفسي اللي رح يطيل للعب أهدنا أقوش خصية اللعب عمر؟ شخصية اللعب هي رح يتحدد التفاريع أو اللعب اللي رح يلعبه يلعب لعب لعب ستراتيجي يلعب لعب تكتيكي هاي شخصية هذا الوقت شنو مفتوح؟ لا ما مفتوح يتحدثون به يا ريت تحكينه على الوقت المسابقة واللظام اللعب بثلاث عظمة بشكل عام النظام السريع والنظام المخاطف والسريع والكلاسيك ها كل نظام النظام المخاطف هو اللعبة كلها عبارة عن ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق ايه ثلاثة والرسيل ثلاثة فخلال خمس دقائق تخلص يخلص يخلص عند هذاك السريع تقريبا من خمس وعشرين دقيقة لكل لاعب الأعلى اللي هو ساعة ونص وفوق قادي كل واحد يلا ساعة ونص فيطول خمس ساعات سبع ساعات اذا حاليا هي تخضع للمستويات لو هي خالية من المستويات لا طبعا فيها تخضع للمستويات بس هو الانسان قابلته لانه مو بس قابلية الذهنية قابلية التركيز كل مو انسان يكبر التركيز يقوم يقل ايه فمن يقل ما يقدر يركز ساعتين او ثلاث ساعات فيقوم يتج هو للعاب اكوه بين هذا هو مفتوح الجولة يعني اللقلة الي او اللقلة الرسيل اقدر اجيب لي نسكافة او اجيب لي قهوة او اجيب لي اشرب وكمل لانه اللقلة ثلاث اربع ساعات يعني فقط يعني كلش طويب اكثر قيم بعده تذكرة انت اكثر بيك والله هايد سوتان يلاعب بس اللي اتذكرة يعني اللي يعني كان مهم باقي يعني بذاكرتي واللي هذا اللي لعبت فيه المتخم الوطني بالالفين وعشرة بطولة اسيا او الاسياد اللي هي بها الالعاب كلها ايه ضمنها الشطرج اللي صارت بالصين فاول جولة لعبت فيه يعني بتحدي العالم بوقته اللعب فيه كاربوف توري يعني من فلبين فهذا يعني اعتبر انجاز لعبوية متحدي بطل العالم ايه يعني فهذا كيف صار القيم مالتك والله القيم يعني طولت ثلاثين نقلة تقريبا يعني ثمان وعشرين ثلاثين نقلة بس بي اكشن وبهذا يعني لانه انا بدخلت ما بحضر حقيقة تحضير يعني اللي من خلاص القيم قلوا لي كذا وكذا وكذا البدر بحجة او اللاعبين الوياء هذا اللاعب قده هيتش تاريخي قلت له مزيد ما قلت له حتى الرهبة مغال اللعب لاعبتها اللي برحية اقوى بلد اقوى بلد اقوى هسا البلدون طبعا هي روسيا رقم واحد يعني بالعالم يعني كالبدرسة الروسية ايه بس الاسيا هسا هي اللي تقريبا هي اللي مسيطرة عليها ااسيا الهد والصين لا ما عندهم شغلوا عمال يدون لا هم اللاعبين يعني اللاعبين ايه اكيد اللاعبين مثلا من الالفين وهي هاي الفين وتسعة الفين وعشرة يعني طعنق اقراس تعريفيا بالنشاطات كان عتم مليون لاعب شدرج بالصين يعني ورا سنتين ثلاثة صار وخمس ايه مليون خمس بلايين هسا ما ادري يمكن وصلوا وخمسة وعشرين ثلاثين مليون لاعب يطلع من عتم بنتخب اربع لفرات او خمسة يعني ما اعتقد راح اقدر صراحة اكمل ولو نص ساعة ما اعرف ليش يعني احس ان هاي اللعبة هم والشخص انه هو يعلم وتدريب وكذا احس الموضوع مكتسب اكيد هو بي موهبة بالضبط الموهبة تجي بي يعني مو شخص صفر صفر مايعرف شي بيها ممكن انه هو يجي احد يعلمه انا امدي ويا صفر هو اكيد اللعب اللي يجيني هو اكيد بيعرف بسان معرف بس هو شنو يحتاج لها يحتاج لها بس الفرس ثلاثة ايه يعني الحركات كحركات هاي الحركات جلسة بسيطة من عشر نقائق ممكن تعرف فيها بس احلى اللي يحجي المكتسب المكتسب لازم باللاعب اللي اختاريته اللي يدربوا اياه لازم مثلا نسبة الاكيومات عالي ذكي ذكي لازم يقول ذكي 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 ان شاء الله اختاني التركيز ويذكاء عالي عنده بس تركيزه ضعيف حسا ويدرس بالعالم ليش لانه يزيد تركيز الطالب ايه تركيز اللاعب يزيد الخيال خيال لازم عنده كلش خيال لانه قاعد يشوف الرقعة يعني اكون لواعيب يعني يباو عن السماء ويلعب ليش يروح بخياله يحسب والله ايه عندنا لواعيب يباو ايش حلوة ايه اكثر الاختصاصات وعدنا لواعيب يعني يلعبون عميان يعني يشدونهم ويلعب جيم كامل شمعنى هيتش تحدي يلعب يعني اكثر اكثر شنو اكثر الاختصاصات عندكم يعني التخصصات اللي دائما احنا مشهورين طبعا الطب والهندسة اللي هم دائما الاقرب اللي يلعبون شطران يعني خاصة اللاعبين المتخبات يعني ابطال العراق او مثلا الدكتور سعد سرسم 13 مرة او 12 مرة ابطال العراق اه عندنا مثلا الدكتور ايمان نفس الشي هم يعني هاي اسطور احنا انه الايقونة بالشطرانج فهذولة يعني والمهدسين وياهم اكيد هم هذول الطبقة اللي مشهورة يعني نعم قبل ما يعني نختم حديثنا بس نعرف بيئة الشطرانج داخل العراق شلونها اه اكو مبادرات دا تصير اكو مسابقات مهمة دا تصير خلينا باخر تفاصيل ايه اكيد عندنا بطولات يعني تشمل الكل تبدب للفئات العمرية يعني عندنا بطولة قبل اربعة تيام وكذا بالمثال او اعتقد يوتي في نقلتها يعني ست سنين يبدي ست سنين احنا نبدي وياه لان هسه التوجه العالمي يقول كل ما تاخده اصغر احسن احنا قبل شلنا مثلا نبدي من العشرة او من العش يقول هذا بعد طفل ما يستوعب هسه لا كل ما هذا يقول لك لا انزل انت قبل شوي اكو الخاطف الخاطف يعني هو اللي هو ثلاث دقائق فقط هاي شون يعني هاي تقود بالسؤال انه هو الجيم يخلص اللي يموت الملك ايه طبعا يموت الملك بس هو عندك وقت الته ما شون باتت الدقائق ثلاث دقائق لازم هي تكمل القيم اذا ما مات ما مات واحد من عنده يخلص القيم الوقت ما انتهى فهو الخسران ها اللي يخلص وقته هو يعني اللي هي ثلاثة وحضرتك ثلاثة ايه فاذا خلصت الوقت ما انتهى ثلاث دقائق خلصت انتهى يعني استهلكت اكثر من عندك وقت فهي مو بس لعب ووقت يعني انجاز ووقت تايم مين اللي يقول لكيش ملك هي كيش ملك اسا هي يعني بالقانونة هي التحديثات اسا حسب التحديثات بعد كلمة كيش ملك ما لا يقال لعب يلعب بس ما يقول كيش ملك ليش الاعتمر يعني نرفز اهه او يستفز يستفزي نرفزي بيقول يعني لازم هو ذاكي انتبه بانه هو الملك تحت الخطر فاذا ما انتبه له بعدها يعني يطي حتى فكرة موت الملك يعني الموضوع بي حكمة وبفلسفة بعيدة جدا بي محر من الفلسفة يعني هاي اراد تلت جلسات صحيح سعيدين احنا بالوجودك اليوم احنا اريد كلمة خيرة او يعني حادثة نرويها يعني مادام اليوم احنا المتخم الوطني يعني ان شاء الله يلعب فاكو حادثة مشهورة بالكأس العالم ستة واثمارين الارجنتين و المانية فالارجنتين و مارادونة فازوا على الالمان الالمان الهلالة الالمانية فمن تخسر تقعد وراها تشوف التحلل الاسباب واحدة من الاسباب الخسارة قالوا احنا التركيز اللاعبين هبط عندنا من نهاية المباريات فطرحوا عليهم شون العالجين نكاترا اللي هنا قالوا هم يلعبون شطرنج فولوا كل لاعبيهم لعبوهم شطرنج علبوهم اجباري يلعبون شطرنج سبحان الله سنة التسعين نفس الشي كلاكيت مرة ثانية لارجنتين وهي ألمانيا هالمرة ألمانيا هي اللي فازت باللقم ملار ذكر تمام ملار المدرب هو هذا فهي ما نقول احنا شطرنج هو الفوز بس هو اكيد احد اسباب فوز ألمانيا وكيس العالم بالتسعين هو شطرنج حلو هذا معنو مهمة معنى لكل الناس حتى طالب السادس لازم شوي اكيد لكل البشر عندنا سرمد سرمد يحتاج لشطرنج إن شاء الله إن شاء الله نلعب وياه إن شاء الله من يصور برنامج الأول الثاني ثالث شوي يعني تركيزه يروح ايه تركيزه لا حبيبته هواي تخابرة بالبرامج الخارجي هذا مش تركيز أصلا معك من تخابرة حبيبته الله يساعدين خلص نحن كلش نشكرك نتمنى لك كل التوفيق كل شكر أستاذ طمير سعيدين بوجدك اليوم ويانا بصباحكم إن شاء الله مشاهدين من بعد هذا الحديث وصلنا إياكم إلى ختم صباحكم لهذا اليوم إن شاء الله نشوفكم يوم غد على نفس المعرض في أمال الله مع السلامة شكرا 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 اشتركوا في القناة